لما انتهى إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل له أذن في الناس قال يا رب كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم فقال نادي وعلينا البلاغ فقام وقال يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه فيقال إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض وأسمع من في الأرحام والأصلاب وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر أفلا نرى الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون وقال عمر بن العاص لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ابصت يدك فلا أباي عنك فبصت فقبضت يدي فقال ما لك يا عمر قلت أشترط قال تشترط ماذا قلت أن يغفر لي قال أنا علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحاج يهدم ما كان قبله أشترط ماذا قبله